بس عندي مشكلة في الشخصية غانا؟ غانا والكاميرون المغرب الوحيدة اللي قدرت تتجاوز ما بتكلمش على طبعا على الدول كلها بتكلم على الدول الإفريقية السعودية عندها شخصية كويسة جدا في المقشين الكاميرون تعادل مخيب جدا للأمال قدام سربيا عشان دفاع سربيا وحش ومنتخب سربيا وحش تتقدم واحد صفر تخسر ثلاثة واحدة وبعدين تبدأ انت تتحارب عشان ترجع لثلاثة ثلاثة ده شيء مخيب جدا للأمال غانا نفس القصة غانا لولا ان هي ما أمنتش بقدراتها في المباراة الأولى كانت ممكن تكسب على فكرة فكرة في الموضوع كمان قدوا المدير الفني الغاني أنا عندي مشكلة الفيمو ده طالعة في المونديال ده هو الديفندر اللي بيلعب مساك أو بيلعب سيرد باك شايفين رودري بيعملها حلو مع منتخب إسباني لأنه هو عايز يلعب لويس إنريكي عايز يلعب بمنظومة لعب من وراء القدام أو بيلد اوب يعني رودري في منشستر سيتي بيعملها كويس أوي جون ستونز مش محتاج منتخب إنجلترا يعملها لأنه عنده جون ستونز بيعملها كويس برضو مع منشستر سيتي شايفين دانيل بيريرا مع دانيالو بيريرا مع البرتغال بس دانيل أمارتي مع منتخب غانا مش هيعرف يعمل الكلام ده لهو مميز على الجانب الدفاعي مميز على الجانب الدفاعي في نص الملعب لأنه هو صدادة كويسة بس فيه مش التمركزات وكشف أفساد والكلام اللي المدافعين بيتميزوا به هو مش مميز وهو مش عبقر يعني في الخروج من وراء القدام بالكورة يعني هو مش فال تتعصره أوانه في الباس الشورت باس اللي يعرف يعمل به بيلد اوب فكان اختيار دانيال أمارتي في خطة فاع غانا كارثي من وجهة نص كارثي مع أنه هو كويس في خط النص لو لعب جنب توماس بارتي وجنب محمد خدوس خط وسط غانا متأفل صحيح فهم أصدقك